ماذا عن الأولمبياد بشكل عام؟ بعد كم يوم كده؟ احنا كان في ثلاثة أيام قبل ما أقولك النتائج اللي حصلت النهاردة عايز أقول تعليق وبرضو تعليق في النص يعني إيه في النص؟ عشان برضو في ناس تبالغ يميناً وناس تبالغ يساراً أول ملاعب يخسر إلحق ده إحنا فشلين أول ملاعب يكسب إلحق ده إحنا أعظم بعثة في التاريخ إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو علينا كلنا نفسنا كل اللعيبة اللي رايحة تشارك والبعثة كلها تاخد ميداليات بس إحنا عارفين نمشي البعثة كلها تاخد ميداليات فطبيعي في نتائج مش تعجبنا طيب لما اللعيبة بتروح تشارك في الأولمبياد ده معناه أنهم عملوا مجهود عظيم جداً 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 عشان يشاركوا في الأولمبياد عشان يتم اختيارهم عشان يعبروا من تصفيات ومسابقات عشان يوصلوا إلى الأولمبياد فدول عملوا مجهود كبير جداً فاللعيبة اللي رايحة دول أو اللي رايحوا دول دول أبطال أصلاً فنتعامل معاهم بالمنطق ده أولاً أنه هم أبطال بهذا الاحترام أنه هم أبطال طيب عملوا نتائج غير جيدة مثلاً دي مسؤوليته ومسؤولية المدرب بتاعه ومسؤولية الاتحاد بتاعه وهكذا مسؤولية مشتركة اللعب اللي أنت بتختاله معنوياً ده أنا ما عنديش منع أنك تنتقد ما إحنا كلنا نفسها ناخد مدليات ونزعل بس في ناس بتاكل وتقعد تهزر وتريأ وتضحك وكلام منز البطل ده عنده فرصة مرة تانية وربما تالتة أنه يشارك في أولمبياد قادمة ليه بقى نهد في أبطالنا طيب احنا لسه بنقول يا هادي يعني إيه يعني لسه فيه أبطال كتير ولسه فيه فرص كتير فما تضغطش الناس دي من قبل ما تلعب ما تخوفهمش ما تعمل لهمش فزاعة ما تقولهمش انت وانت رايح لو قسرت ده أنا هتلاعك مصرح لا واحدة واحدة نسيب الدنيا تمشي وبعد ما تخلص الأولمبياد نقعد بقى نتحاسب نقول والله إحنا عملنا الصح والله ما عملناش الصح والله ده كان غلط والله ده كان مفروض نتعلم منه إن إحنا ما نعملش كده عشان اللي جاي نبقى أحسن نقعد نتكلم نتكلم بقى زي ما أنت عايز تتكلم تتكلم بس دلوقتي وإحنا بنشارك وإحنا بنلعب ما فيش حد بيعمل اللي إحنا بنعمله واحدة واحدة وفي نفس الوقت مش بقولك اللي يخسر تروح تقول له برافو عليك اخسر تاني ويلا عايزين خسار كتير لا بنقول والله كان نفسنا كان نفسنا يعني زي النهاردة زياد السيسي زياد من أكتر ده مصنف أول في لعبته في العالم فكنا متوسمين فيه خير أنه ياخد دهب خلص في المركز الرابع وما خدش أي ميدالية ما قدرش يختاره على فكرة تلع زياد بعد المباراتين السيمي فاينال ومبارات المركز التالت وقال أنا غلطان أنا مكنش بركز بالشكل الكافي بس اللي جاي إن شاء الله أحسن آه زعلانين إن إحنا ما خدناش مع ميدالية وزعلانين عليه آه كنت لعب مبشر جد وبطل بس لسه عنده فرص تانية وهو الراجل اعترف خلاص يعني هو قال لك أنا تشات التفكيري في لحظة من اللحظات والتركيز كان مفروضة بقى مركز أكتر من كده لا بقى لا هو ما تجاهزش صح ولا هو ما خدش التدريبات الكافية ولا هو ما سافرش ولا اللي إحنا عايزين نقوله كله ورا بعضه وإن كان ممكن في ألعاب تانية نروح للسكة دي بس هو ببسط الموضوع قال لك أنا فقط التركيزي الأولمبيات دي بطولة صعبة جدا وأنا أول مرة أوصل للمرحلة دي في الأولمبيات فالتركيز تشاتت فخسرت بتحصل في الرياضة هل هو بطل ولا مش بطل بطل هل هو لعب كبير ولا لا لعب كبير فعلى ما قالوكم يا جماعة أقول لك حاجة إحنا كلنا عندنا أولادنا بيروحوا وإلعابوا ألعاب مختلفة بتبقى عارف أنه ظروفه في موقف وعارف قد إيه في اللحظة اللي بيخسر فيها دي هو بيبقى منهج جدا نفسيا ومعنويا أنا بعد مباراة زيادة السيسي بتاعت المركز التالت والرابع كتبت أنا هقولك كتبت تويت كده قلت يعني يا زيادة أنا كنت متوسم فيه خير جدا وعارف قلت إيه لنفسي قلت حرامه ده زمانه دلوقتي يعني جسمه بيتقطع ما نكملش ما نكملش على الناس نسيبهم وياخدوا نفسهم بس الأول ونبقى نتكلم براحتنا بعد كده تعالى أقولك نتائج البعثة المصرية النهاردة بأولمبياد باريس إيه اللي حصل للأسف ما فيش ميداليا النهار للأسف منتخبنا الواطن طبعا زي ما وطرتكم كسب أسباكستان في كرة القدم ورفع رصيده لأربع نقاط في المركز التاني بعد أسبانيا المنتخب ده موديش ويأتكلم عليه بعد شوية منتخب مصر الكرة اليد فاز النهاردة على نظيره المجري بنتيجة 35-32 في الجولة الأولى من دور المجموعة منتخب مصر الكرة الطائرة بيخسر من بولندا بسلاسة أشواط دون رد ضمن الجولة الأولى بدور المجموعة عبدالخالي البنة تأهل لربع نهاية التجديف الفردي بعد احتلاله المركز الثالث في التصفية الأولى زيادة السيسي بيخسر المدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف السابر بعد الهزيمة أمام الإطالة الوجي السميلي 15-12 وينهي المنافسات في المركز الرابع ودع محمد عامل منافسات سلاح السابر من الدور الربع النهائي بعد الخسارة من الإطالة الوجي السميلي بنتيجة 15-13 بالمناسبة محمد عامل قبل المباراة دي كان كسب المصنف الثاني عالميا ودع يوسري سامي دول 32 من منافسات الجود ووزن 60 كيلو جرام بعد الخسارة من المنغول أرينبولد انختفان السناعي محمد حمدي ومي مجدي ودعان منافسات الزوجي مختلط في منافسات الرماية 10 متر بندجية بعد احتلالهم المركز الحادي عشر ودع السناعي إبراهيم أحمد وريماس خليل منافسات الزوجي مختلط في منافسات الرماية 10 متر بندجية بعد احتلالهم المركز الـ 28 المركز الأخير ودعت هالة الجهري تصفيات الرماية مسدس هواء 10 متر سيدات بعد احتلالها المركز الـ 12 بعد حياة 574 نقطة وبفرق 3 نقاط فقط عن مركز التاهل فيما لم تشارك نور عباس في المنافسات ودعت آية حسين منافسات سيف المبارزة للسيدات الفردي من دول 32 بعد الخسارة أمام بطلة هونج هونج المصنفة الأولى على مان وي في فان هونج بنتيجة 15 15 كاما شباب مش مكتوبة ماشي معلش عندنا دي ودعت ناردين إيهاب منافسات سيف المبارزة للسيدات الفردي من دول 32 بعد الخسارة أمام بطلة فرنسا المصنفة السانية على مان ماري فلورنس بنتيجة 15 عشر انسحاب يومنا عياد من مبارزة أمام بطلة أسباكستان من المنافسات الملاكمة في دول 32 لوزن 54 كيلو جرام بعد فشلها في اكتياز فحص الوزن وزيادة وزنها 700 جرام عمر عصر هو ودينا مشري في ودعان منافسات تنس الطاولة الزوجي المختلط بعد هزيمته مربعة لاشيء من السناء الصيني يانج سان ودع عمر العربي من المنافسات التميدية في الجنباز نتيجة حصوله على المركز 27 من أصل 28 لعب دي برضو من نتائج الصادمة النهاردة لزعالي تهانجودة لعابة منتخب تنس الطاولة خسرت في منافسات الفردي بدول 64 أمام الهولندية بريت أيرلند بنتيجة أربعة لاشيء نتائج أكيد لسه يعني بص بنزعل والله بنزعل كلنا بنزعل عشان الناس تقول لك يا عم انت مش عايزنا نزعل ازعل يا سيدي عايزين عالم بلدنا يترفع وعايزين ميداليات في تاريخنا وعايزين إنجازات كلنا عايزين كده كلنا لا 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 ولا المدرب ولا رئيس الاتحاد ولا الاعلامي ولا المشجع ولا اي حد ده عايز نخسر أكيد يعني ولا بيتعامل مع الخسارة دي بابتسامة زعلانين زعلانين بس نزبر بس لحد نهاية الأولمبياد بعد كده نتكلم براحة ده اللي أنا بطلوبه مش اكتر